تدريب النادي الاهلي اليوم النهاردة الاهلي اتمرن في ملعب مدينة نصر ملعب حلو على فكرة يعني ملعب كتدريب مش وحش يعني ملعب كتدريب مش وحش عمر كمالي وصل تقلقه لعلاقة طيبة ما بين اللعيبة وما بين الجهاز الفني بص اللهم انا مصابة هول المساعد على فكرة كلهم بيحبوه الرجل ده بيحبوه جدا في الفرقة دي الحاجات اللي هي الاحمائية ما قبل المران دايما بتعجبني جدا قصة الروح الجميلة ده الملعب تعال التدريب الملعب ده يا جماعة في مدينة نصر ولا في التجمع مدينة نصر ده ملعب نجيلها طبيعي ها ايه الجمال ده والحلوة ده ملعب جديد ولا ايه ما تقولوننا كده الحاجات دي ليه ما بنصورهاش اهو ده ملعب النشئين في النادي الاهلي بعد تجديده وانا كنت نشدت بالتجديد ومعلوماتي ان ملعب تتشبين مغلق برضو بيصلحه فيه شوية بيجدده فيه شوية اه ده ملعب يليق باسم النادي الاهلي ده ملعب يليق بالمباريات والمسابقات ده ملعب يليق بالتدريب الفريق الاول لما يكون موجود هناك هو ده صح ده المطلوب يعني لانه كمان النشئين لا يقولوا انت احتكتوا النهاردة في التدريب للفريق الاول لكنه في كل الاحوال النادي الاهلي النهاردة تدرب قبل السفر في ملعبه وفي مدينة نصر وجميل عاست مران في التجمع مصطفى شبير ظهر في المران لكنها كلها كانت تدريبات جري دون الكورة وهنا الاصابة وايضا علي معلول مران تمرنته الخفيفة وكريم فؤاد ومحمد هاني كانت فيه فكرة ان الرباعي حيسافر ولكن كولر لمزيد من التركيز فضل انه يسافر باللعابة اللي هي قادرة على اداء التدريبات فقط لغير عشان ما بقاش فيه خروج بارا التركيز وده يوجد نظر تحترم جدا للمدرب كالعادة لعلاقة طيبة اللي بتجمع ما بين كهرباء وامام عشور عايزين نترجم ده بقى في الملعب يا شباب ان شاء الله الى اهداف والى تقلق والى نجومية الحقيقة يستحقوها هم الاتنين ادي النادي الاهلي وادي روح لعبة النادي الاهلي الشباب موجودين ادي تدريبات تأهلية للسادة اللاعبين المصابين على قدم وصاق يعني ده كابتر ريدر نجار ادي محمد هاني هو الحمد لله بدأنا نشوفه باجري مشهد ما كناش بنشوفه من زمان وادي الحراس الشناوي وحمزة ومخلوف وهاني ما شاء الله جسمه كويس يعني ما عندوش مشاكل في الوزن الحمد لله لانه احيانا الاصابة بتضطر اللاعب انه شوية ممكن يزيد في الوزن شوية واضح انه اللاعب الحالة المعنوية والنفسية بالنسبة لهم جيدة ببقى مبسوط جدا ومشي لي انكن بيكمل التدريب والجري مع اللاعب ده مهم جدا لما انت كحارس مار ما تحس انه مدربك فيت كده وليقط البدنية عالية التركيز حسب مجالي من التمرين على اعلى 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 صورة يعني على اعلى صورة او في افضل صورة وده شيء برضو جيد بالنسبة لفرية النادر احلي بالتأكيد عندنا مواجهة شديدة الصعوبة سواء مع بوتفوجو او فريق باتشوكا المكسيكي الفائز منهم يعني انا شخصيا بتوقع انه بوتفوجو الناس كتير بيرهنوني انه فريق باتشوكا اتمنى سواء هذا او ذاك يعني ربنا يوفق بس الناد الاهل ان شاء الله يكون في افضل حالاته الصورة دي بتأكيد اشتركوا في القناة